حياكم الله مجدداً في أهلاق قبل تقريباً ثلاثة أسابيع غرّد الأستاذ محمد الغامدي المحامي المعروف على حسابه في تويتر بتغريدة فتحت باب كبير جداً للحوار والنقاش والتساؤل يقول سعار الإعلانات يسيطر على بعض المشاهير فيعلنون عن كل السلع جيدها ورديئها ولا يعلمون أنهم مساءلين في الدنيا بالأنظمة وفي الآخرة حسابهم عند العزيز الحكيم هذه التغريدة واضحة أمامكم وعيدها مرة ثانية سعار الإعلانات يسيطر على بعض المشاهير فيعلنون عن كل السلع جيدها ورديئها ولا يعلمون أنهم مساءلين في الدنيا بالأنظمة وفي الآخرة حسابهم عند العزيز الحكيم شفوا جملة ولا يعلمون أنهم مساءلين في الدنيا بالآخرة هذه الجملة تفتح باب كبير للسؤال اليوم إذا في أحد أعلن عن منتج عن سلعة عن حدث عن شيء له علاقة بالأغذية له علاقة بالأدوية له علاقة بالمستحضرات له علاقة بأي شيء يستخدم قبل الناس وطلعت السلعة أو المنتج هذا سيء أو رديء أو في إشكال هل هناك في النظام وفي القانون ما يحاسب المعلن لأنه أعلن لسلعة غير جيدة التغريدة تفتح باب كبير للحوار معي في الاستيديو صاحب التغريدة المحامل الأستاذ محمد الغامد أستاذ محمد مساء الخير شكرا لقبولك الدعوة أهلا مساء نور وأحياءكم الله أبدأ معك من الجملة نفسها يعني هل فعليا اليوم إذا واحد أعلن وطلع المنتج رديء أو غير جيد المعلن نفسه يحاسب بسم الله والصلاة والصلاة أولا دعنا نعلم الناس ما معنى كلمة إعلام أي أو لماذا يستخدم الإعلان التجاري في الغالب يستخدم أو بالأصاح التعريف الحقيقي للإعلان هو أن تستخدم وسيلة من وسائل التواصل سواء صحف أو برامج أو أي إن كانت لإيصال منتج إلى المستهلك بطريقة أو صورة صحيحة منتج صحيح بطريقة أو صورة صحيحة بدون تضليل أو إيهام أو أي من المخالفات وتقدم المنتج للمستهلك أن ترى هذا المنتج موجود عندي يعني أنت مجرد أنك تبلغ الناس بوجود المنتج أنت فقط لغير فالي يصير الآن في بعض الأحيان يكون الإعلانات مضللة فيها كذب تدليس خداع غش تجاري المنتج نفسه مغشوش ويتم الإعلان عن هذه المنتجات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التلفزيون عن طريق أي وسيلة كانت طبعا من يعلن هو محاسب والتاجر محاسب إحنا حكيت أنه التاجر محاسب هذه خالصين منهم المعلن هذه شوي جديد علينا إيش النظام القانوني الموجود اللي يحاسب المعلن قضائيا وكيف يحاسب يعني مثلا ممكن أحد استخدم المنتج رفع عليه قضية ولا أحد عنده معلومات عن المنتج رفع قضية ولا إيش بالضبط طيب أعطيك قصة وبناء على هذه القصة تفهم كيف يحاسب هذا الشخص في إحدى الإعلانات ظهر أحد الأشخاص في مواقع التواصل وادعى وجود زيت مصنع يغذي الشعر ويؤدي إلى كثافة كذا وكذا 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 وبدأ يذكر محاسن المنتج فتاة من الفتيات طلبت المنتج وبدأت تضع من هذا الزيت في اليوم الرابع شعرت بأنه في مرض في رأسها أو مشكلة ذهبت المستشفى دخلت في غيبوبة مدة 19 يوم اكتشفوا أن الزيت غير مرخص من هيئة الغذاء والدواء وأن الشركة ليست رسمية في المملكة العربية السعودية المنتج مصنع محليا بطريقة غير سليمة غير طبية أصلا والمعلم متفق مع مالك المنتج على أنه يوزع كل المنتجات ويلوه نسبة من الربح غير الإعلان غير الإعلان فالمعلن هنا شريك مع صاحب المنتج أو الشخص الآخر إذا تسمح لأستاذ محمد ما صار على اللي استخدمت المنتج ودخلت الأناية خرجت بعد 19 يوم في غيبوبة كانت وخرجت من المستشفى 19 يوم غيبوبة نعم وكان السبب الطبي يقول أنه بسبب استخدامها لهذا الزيت نعم لما بحثوا في تاريخ المرضي وجدوا فصيلة دمها تفاعلت مع أحد مكونات هذا الزيت طب عفوا أنت مطلع على تفاصيل القضية أنتوا اللي توليتوا القضية نعم طيب هو إيش كان يقول في الإعلان هو فيديو الإعلان موجود عندي حتى فيديو الإعلان ما كان يقول أي شيء آخر غير أنه هذا الزيت يحول شعرك من كذا إلى أنك تكونين كذا يعني من الحالة الأسوأ إلى أفضل حالة تتخيلينها في العالم وبدأ يوصف أنه خمسة سانتي في الأسبوع ويسوي كذا ويفعل كذا ويناعم ويكثب يذكر محاسن الزيت فقط لا غير المشكلة الأساسية مع المعلن أنه متى أنا أبين ويتضح لي أنا كشخص أنه هذا المعلن متواطئ لما يبدأ تدخل حساباته مبالغ مالية ضخمة من نفس المالك تبدأ تلاحظ أنه يدافع عن المنتج بصورة غير طبيعية أنا مجرد معلن في الحقيقة أنا أنقل المنتج الصحيح للمستهلك مسألة أني أمدح المدحل الزائد عن اللزوم هنا يضع علامة استفهام أو علامة تعجب طب اسمح لي بعد إذنك أرجع للقضية نفسها وبعدين ننتقل لي بقيت محاورنا إصار على الموضوع أنتوا توليتوا القضية مكتبكم تولى القضية إصار رفعته على مين على صاحب المنتج على المعلن عشان تفهم اللي صار بالضبط و باختصال شديد عوقب المعلن باعتباره شريك و عوقب مالك المنتج نفسه فعوقبوا الاثنين طبعا موضوع إثبات تواطئهم يعني هذا كانت فيه الجهات مختصة و ما قصروا فيه إثبات تواطئ شخص الأول مع الآخر و أنه كيف كان التعامل معهم و التواصل فيما بينهم و كيف كان يتحاسبون فيما بينهم و تصل حوالات من صاحب المنتج إلى المعلن نفسه المشكلة الكبرى أنه حتى الآن لا زال جزء من هذا السيناريو يتكرر و جزء من هذا السيناريو نراه شبه يومي في الإعلانات سواء الإعلانات الموجودة بين الإعلانات المبوبة الموجودة في نفس برامج التواصل أو الإعلانات التي تكون من بعض المشاهير ما نقول كل المشاهير و لا كل إعلاناتهم مضللة لا لا لكن بعض الإعلانات المشهور نفسه ما يتأكد أو المعلن نفسه ما يتأكد أنه هذه شركة مرخصة المنتج موجود صحيح المنتج مرخص من جهات معتمدة إذا كان يحتاج تلخيص من هيئة الغذاء والدواء و يحتاج تلخيص من جهات أخرى ما يتأكد من أنه كذا و كذا و كذا بعض المشاهير أذكيها سلموا هذا الموضوع كامل لشركات التسويق شركة التسويق أنت تحققي من المنتج من صاحب المنتج من كذا و من كذا بعد ما تتحققي من كل شيء أنا أخلي مسؤوليتي يصني المنتج أنا أعلن عنه طيب أستاذ محمد اليوم أنت تقول أن أعتبر المعلن شريك و عوقب هو اعتبر شريك قضائيا بمعنى الشريك العملي المعروف أنه مشارك أصلا في المنتج والأرباح أو لا اعتبر شريك لأنه أعلن و دافع هو بالغ في الإعلان هو نظام مكافحة الوشي التجاري نصت على أنه إذا كان يعلم فهو يعاقب أي شخص يساعد المجرم الحقيقي فهو مجرم هو كان يعلم أنه المنتج أصلا غير مرخص بطريقة أنه لما وصلت الشكاوي و ساروا المتابعين يرسلوا له كان يبلغ صاحب المنتج كان يقول سرى فيه فلان اشتكى فلان أرسل لي فيه متابعة أرسلت لي كذا و كذا فيه متابعة أرسلت لي كذا و كذا فيه متابعة سأل عن الترخيص بعد الإعلان فأنت كمعلن إذا وصلتك ردود سلبية كان من المفترض أنك تبلغ وتبادل بالبلاغة عن هذا الشخص هذا يعني إذا صح اللفظ أو قبل في مثل هذه الحالة وأنا أوصف أنه كان إعلانه عبارة عن كذب و خداع وتضليل لأنه من الأساس يعرف أنه هذا المنتج ما يسوي شيء و أنه مصنع أصلا بطريقة بداية هو ما يعرفه عصلا المنتج يعني بعض الناس يوصل له المنتج بخمس دقائق يسوي الإعلان يقول أنا استخدمت المنتج هذا شهرين طيب هو وصل له بخمس دقائق لا أنا أبغى التفاصيل اللي أنت عشته كمحامي أنتم وصلتم إلى معلومة أكيدة و يقينية أنه اللي أعلن كان يعرف أنه هذا منتج مخشوش نعم نعم الرسائل اللي بينهم أثبت أنه كان منتج يعرف أنه كان المنتج مخشوش والمنتج غير صحي والله هذا موضوع خطر جدا طيب بإيش عقب؟ عقب بسجن الغرامة وعقب كذلك وإيقاف من الإعلان عقب كذلك المالك بسجن الغرامة ولي تضررت وغلقت المنشأة اللي تضررت عوضت عن ضرار اللي حصلها في قضية مستقلة طيب الآن العقوبات اللي تصير هي عقوبة واحدة على شأن الإعلان ولا أكثر من عقوبة أنت قلت أن الشركة ما عندها ترخيص المنتج غير مطابق للمواصفات المصنع محليا بشكل بداي وعشوائي وما يخضع لأي أشياء علمية طيب هو أكثر من جهات مثل هذه القضايا أكثر من جهات تتولى أو لجنة مشكلة من أكثر من جهات تتولى موضوع فرز المخالفات الشؤون البلدية والقروية في موضوع ترخيصهم هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة مكافحة غرش التجاري كذلك عندهم عدل من شطر رجيم عدلت أكثر من مرة المادة لكن وزارة الصحة يكون هذه الجهات ضبط تضبط المنتجات تسجل ملاحظاتها في محاضر ضبطها ويحالون إلى النيابة العامة لإقامة دعوة قضائية ضده طيب اللي استخدمت هو تضررت ودخلت العناية عوضت تمام نعم إذا فيه أكثر من متضرر ما يحدث على العقوبة تضاعف أم العقوبة نفسها الأولى وهم بس يأخذوا التعويض ما يقول القانون العقوبة واحدة في موضوع متضرر واحد ولمتضرر أكثر من كذا لكنها سيكون الحكم هنا بالحد الأعلى يعني مثلا في بعض بنود العقوبات نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف بمعنى أن القضاء ممكن أن يحكم عليه بألف ريال وممكن يحكم عليه بفمسمائة ألف مبلغ يتراوح ما بين هالمبلغين ممكن والسجن يصل إلى مثلا ثلاثة شهور ستة شهور سنتين حسب المادة وحسب المخالفة ممكن القاضي يحكم بالحد الأعلى لوجود أكثر من متضرر طيب لو صارت حكاية مشابهة وقال المعلن أنه أنا ما كنت أعرف أنه هذا المنتج مرشوش أنا جاني منتج وأعلنت هنا يعفى من العقوبة ولا يعاقب في هذا الموضوع هذه المخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع المخالفات الإعلانية للمشاهير بإعلانات مضللة هذه يكون فيها عقوبات غرامات وإيقاف عن الإعلان فترة من الزمن بناء على قرار تصدر هيئة الإعلام المرئي والمسموع مسألة تثبات أنه شريك هذه تحتاج إلى دلة وقراء يعني قضائيا لو قال أنه أنا أجهل وثبت أنه يجهل أنه المنتج مرشوش ما يعاقب قضائيا القضائيا ما يعاقب بمعنى السجن هو يعاقب على غرامات وعقوبات تفرضة هيئة الإعلام المرئي والمسموع في ترخيص موثوق حسب ما هو موجود عنده طيب اليوم الطرف الثاني اللي تضرر تمام كيف يتابع الموضوع قانونيا يعني اليوم لو أحد استخدم منتج مثل اللي ذكرته أو غيره وتضرر من هذا المنتج يروح يرفع قضية في البداية على مين أول شيء هو يقدم بلاغ رسمي يعني أنا استخدمت المنتج الفلاني لوزارة التجارة وزارة التجارة لها أكثر من طريق في الإبلاء عن طريق موقعهم أو عن طريق تطبيق بلدي أو عن طريق الاتصال بلف تسعمية رقم زارة التجارة يتعاونهم معك ويبيلون لك وش الخطوات اللي تحتاجها وكيف تقدم البلاغ حتى تنتهي من هذا البلاغ أنت كذا بلغت قدمت هم يتولون موضوع الضبط موضوع التحقيق موضوع التحقق من هذا المنتج أنت كشخص تضررت من هذا المنتج سواء بتقرير طبي أو بغيره تثبت هذا الضرر وتتقدم بدعوة للمحكمة العامة المحكمة العامة لطلب التعويض عن الضرر لإصابك بسبب هذا المنتج والمحكمة تتولى معاقبة صاحب المنتج والمعلن هذه دعوة جزائية عامة طيب المتضرر لازم يرفع على المعلن علشان يعاقب أو لا الجهات المختصة في مسألة الضبط الجناعي هم من يتولون مراجعة الإعلانات كم معلن أعلنوا من هم اللي أعلنوا وليش أعلنوا بهذه الطريقة ولماذا قدموا هذه المعلومات المضللة ترى المعلن أحيانا ممكن يكون ضحية ممكن المعلن يكون ضحية أنا أتذكر في قضية من القضايا أحد الأشخاص أعلن لمنتج اتضح أن المستندات التي وصلتها على الإيميل كانت مزورة ليس بحققية طلب المستندات وتحقق منها قدم الإعلان اتضح بعد ذلك أن المستندات التي وصلتها على الإيميل كانت مزورة ليس بحققية طيب في هذه الحالة إيش يقول القرار؟ هو ضحية ما يعاقب ما يحاقب هو ضحية هو الآن تحقق هو ما يملك السلطة على أنه يتحقق من أنه هذا المستند مزور أو غير مزور هو ما عنده صلحيات في هذا الأمر طيب في المقابل أستاذ محمد اليوم عندنا مجموعة من المعلنين الجيدين اللي يتحرى الموثوقية والمصداقية في إعلانه عشان ما يقع في هذا الفخ إيش لازم ينتبه له؟ أول نقطة يكون هناك عقد بينه وبين الشركة أو الشخص المعلن أو الآسف صاحب المنتج يكون عقد بين المعلن وصاحب المنتج يتضمن صلاحية المنتجات يتضمن صحة الترخيص تسلم الترخيص بطريقة صحيحة بحيث يتحقق من ترخيص المنتج ترخيص الشركة ترخيص هيئة الغذاء والدواء إذا كان هذا المنتج يخضع لاشتراطاتها يتأكد ويتحقق من كل شيء ويقدم الإعلان كما هو بدون معلومات مغلوطة أو مضللة خصوصا الآن بكثرة المنتجات الإلكترونية الشواحن والشغلات هذه فأنت متخيل أنه شاحن تجاري ممكن يحرق بيت يكون ضحياء أفراد أسرة فما أعتقد أنه في شخص يرضى أن يعلن عن منتج مثل هذا فهو يتحقق أنه هذا مطابق لهيئة المواصفات والمقيس وأنه تم فحصه وليس عليه استدعاءات وأنه هذا المنتج صحيح حتى يقدم الإعلان للمجتمع بشكل مناسب طيب اليوم المعلن لو انخدع مثل ما ذكرت أو جته أشياء مزورة يقدر يرفع قضية على صاحب الإعلان الذي يضل له المعلن يقدر يرفع قضية لكن إذا أثبت أن هناك تواطئ من صاحب الإعلان على هذا الإعلان أو المعلن على الإعلان لا 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 أنا أقول أنه المعلن نفسه اليوم لو أخذ سلعجة وفيها راح أتأكد من الشركة قالوا لا هذه مضبوطة وعطوا الأوراق وطلعت مزورة وكل شيء يعني هو واقع ضحية المعلن نفسه هو يقدم بلاغ للجهات المختصة المعلن ضد صاحب المنتج ضد الشركة صاحب المنتج ويعاقب أي صاحب يقدم البلاغ بشكل رسمي يبرئ ساحته أنا الآن قدم لي هذا المنتج وبعد التحقق اتضح أن هذا المنتج غير مسجل ويريدون الإعلان عنه أنا أقدم بلاغي هذا هو للجهات المختصة طيب اليوم خلنأخذ الطرف الثالث المتلقي اللي يأخذ المنتج هذا المستهلك تمام المستهلك كيف يتأكد أنه هذا الإعلان صحيح ولا لا وش الحالات اللي يحقلوا فيها أنه يرفع قضية طيب هو دائما احنا لا نضع اللوم على غيرنا وإحنا ما عندنا ثقافة ثقافة المستهلك شيء أساسي في كل دول العالم ودائما يركزون على أنه هذا المستهلك لابد أن تكون لديك ثقافة في طلب المنتج في معرفة المنتج في معرفة مواصفات المنتج كيفية تصنيعك أنا ما أطلب منك تكون عالم لكن في أشياء بديهية يعني إذا ظهر لك إعلان في وسائل التواصل أي أن كان أو أي أن كانت وسيلة التواصل حاول أنك ما تتحاول أن تتساهل في موضوع أنك تتحقق من الموقع الإلكتروني تتحقق من وسائل التواصل هل هناك رقم مسجل في المملكة العربية السعودية هل لديهم رقم ضريبي هل لديهم سجل تجاري موجود في المملكة العربية السعودية هل هي شركة مسجلة ونظامية صحيحة ولا لا هل لديهم مثلا الجهات المختصة معروف شهادة معروف أن هذا الشخص وزارة التجارة تعطيه تطبيق معروف يعني شخص أسد محمد مع تقديري لهذه الثقافة الجيدة ولكن بصراحة كثير على المستهلك أنه يروح يسأل عن كل هذا يا أخي وزارة التجارة ما قصرت قالت عندنا شيء اسمه معروف التاجر اللي عنده معروف ترهه معروف عندنا يا وزارة التجارة بس هذا أقل شيء لكن أنت الآن ما هو معقولة يعني تجيني وحدة قبل فترة تقول شنطة إعلان راح علي 27 ألف ما لقينها طلعت مسددة في كندا يلا طاردي في كندا فلوسك مهم ما أقول هذا الكلام لا خلنا من الحالات الفردية أنا أتكلم أنا أتكلم على مجموع التحققات اللي أنت ذكرتها يعني صعبة لكن يفترض أنه يصير فيه نظام واضح ما بين المعلن وصاحب المنتج وعقوبة صارمة جدا بحيث أن المعلن وصاحب المنتج يخافون أساسا أنهم يطلعون شيء ما هو جيد يا عزيزي الإعلان أو أسف الموضوع أن نقدم هذا ونضع اللوم على الجهات المختصة النظام موجود لا 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 أنا ما أضعه على الجهات المختصة أنا أضعه على اليوم الأنظمة اللي موجودة أنه يجب أن تساعد في موضوع الضبط والتوعية أيضا بمعنى بمعنى أنه إذا صار عندك ضبط قوي لهذه الأشياء شفت العقوبات اللي ذكرتها قبل شوي على اللي أعلن للزيت تمام؟ أنت هنا تساعد المستهلك في أنه يكون في منطقة أمان أكثر أنه خلاص طالما هذا عوقب معناته على الأغلب الإعلام بيكون جيد أنا أروح أتحقق من أشياء بسيطة بس كل الأشياء التي قلتها عشان يتحقق من المستهلك متى بيستخدم المنتج؟ للحد من الجريمة لابد أن تثقف وتوعي المجتمع في مثل هذه الجرائم الغش التجاري تعتمد أولا على ثقافة المستهلك إذا المستهلك شاف أن الموقع ما هو غير مناسب أو الرقم ما هو سعودي أو أنه ما عندهم سجل تجاري هذه أمور بديهية لابد أن يتحقق منها مهم ما أقول أنك أنت تسدد على شيء ما تدري وش وصل هذه أنا أتفق معك المواقع المزورة أتحقق من السجل التجاري على سهولة لأنه بضغطة زر تخلص بس قبل شوي أنت قلت أشياء كثيرة جدا هذه كيف ممكن يتحقق منها كل المستهلك؟ والله إذا أنت حريص أنك تقع حتى أحيانا مشكلة ليست فقط المنتجات بعض الإعلانات تحتوي على روابط تسجل فيزتك تروح فلوسك الموضوع ليس فقط الموقع نفسه مزور الموقع نفسه مزور الموضوع ليس فقط أنك تقع ضحية في منتج مغشوش أو منتج ممكن تضع تقع ضحية نصب احتيال تقع ضحية شخص آخر الإعلان لا يتضمن فقط الغش التجاري يتضمن فقط أشياء أخرى بصراحة قناعتني الله يسعدك نعم لأنه كل واحد إذا تحمل مسؤوليته في النهاية كل الأطراف ستشترك في أنه يكون عندنا شيء جيد في هذا الموضوع أنا بس اعتراضي البسيط كان على كثرة الأشياء اللي مفروض أنه يتحقق منها طيب من جانب آخر اليوم تمام؟ أعيد نفس السؤال اللي قلته قبل شوية بس عشان تكون الإجابة واضحة متى اللحظة اللي يحق فيها للمستهلك أنه يروح يرفع قضية وقضية كسبانة أنه يا جماعة أنا تضررت متى وجد أن المنتج مغشوش أو في مشكلة من أي مشاكل أو لم يحصل على فاتورة باللغة العربية لم يتم حصل على غش خداع تدليس وهم ما سلم المنتج له هذه كل هالحالات والحالات كثيرة يعني لو تبيني أسردها سردتها لو حصل عليه واحدة من هالحالات يستطيع تقديم بلاغ للجهات المختصة الوزارة التجارة متعاونة جدا لو يتصل عليهم في آخر الليل يردون عليه يقولوا تفضل وهذا الإجراءات التي تتبعها وأبداً نحن معك خطوة بخطوة حتى يكمل البلاغ جميل وتحية الوزارة التجارة بصراحة يعني كل جهة تؤدي دورها كما يجب يجب أن نقول لهم شكرا طيب قبل ما نختم إش الأشياء أو النصائح اللي تعتبرها جوهرية في مثل هذا الموضوع لازم يعيها الأطراف الثلاثة صاحب المنتج والمعلن والمستهلك طيب أول نقطة رسالتي لأصحاب المنتجات الله يرزقكم ويسر أمركم لكن فكر في المجتمع دائماً فكروا في المجتمع فكر في أنك تخدم المجتمع بهذا المنتج بقدر المستطاع يعني بعض المنتجات يعني لا تنفع ولا تضر لكنها جيدة الأمر الآخر للمعلنين تحققوا ثم تحققوا ثم تحققوا لأن الآن بعض المنتجات لا تمرر عن طريق شركات التسويق لأن شركات التسويق واعية وعندها فريق قانوني فيستطيعون أو يحاولون تمريرها عن طريق الشخص نفسه أو المعلن نفسه أبو فلان جايك من طرف أبو فلان أعلن عن المنتج الموضوع الرجال عندي الرجال عندي هذا يعرف أنه فيها غرامة وفيها إيقاف كذا بوضوح من الأخير يعني حاول بقدر مستطاع أنه يدير حسابك في الإعلانات ويشيلون عنك لهذا هذا أي شركة التسويق أو أي فريق عندك يتحقق من هذا المنتج يعرف أنه إجراءات طويلة بالنسبة لك لكن في النهاية المعلن لابد أن يحافظ على مصدر الدخلة مصدر الرزقين والله يرزقهم يستر أمرهم المستهلك كن واعيا بقدر المستطاع إذا لاحظت أن هناك ريبة في أمر ما فما هو لازم تشتري من البداية من البداية وإذا اشتريت وتضررت بلغ 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 أستاذ محمد شكرا جزيلا لك شكرا لهذا الحضور وشاء الله شوفك في لقاءات قادمة بإذن الله حوار مهم جدا 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 على موضوع الإعلانات يعني شوفوا لو جمعنا كل اللي صار في الحوار من الأشياء والأنظمة والقوانين اللي وضعتها الجهات المختصة من الأشياء التي يجب أن ينتبه لها المعلنين قبل ما يعلنون ومن الأشياء التي يجب أن يأخذها المستهلك على محمل الجد في موضوع التعامل النظامي والقانوني وإنه ما يقع في أي فخ لو جمعناها كلها على بعضها أعتقد أنه بنوصل في النهاية إلى طريق واضح يقطع الطريق على كل الأشخاص اللي يحاولون أنهم يعني يضللون أو يخدعون المستهلكين بنروح إلى فاصل وبعده ألقاكم